أوابير وعداد كبيرة من العاطلين عن العمل تزداد سنويا مع تخرج العديد من طلبة الجامعات والمعاهد العراقية إضافة لارتفاع معادلات الكثافة السكانية وصعوبات عديدة يعيشها الفرد العراقي في واقع الحياة اليومية مقابل أعدادا هائلة من الوظائف التي يتحصل عليها العمال الوافدون مع الشركات الأجنبية المستثمرة في العراق هذه العملية التعاكسية في موازين توفير فرص العمل للشباب العراقي وبعد طول انتظار ومعاناة من عدم وضع الجهات الحكومية المعنية حلولا جذرية لإنهاء أزمة البطالة دفعت بالعديد من المواطنين للخروج بتظاهرات أحتجاجية على الواقع المزري الذي استمر لأكثر من 14 عاما ففي جنوب البلاد باتت الشركات الأجنبية المستثمرة في الحقول النفطية تشترط على الجانب العراقي جلب كوادرا أجنبية معها من العمال والمهندسين الذين يتقاضون على مرتبات تقدر بألفين دولار شهريا إضافة لنفقات الطعام والمسكن وتكاليف السفر لبلدانهم كل أسبوعين الأمر الذي يكلف موارد دولة العراقية ما يعادل موازنات الدول المجاورة لا يقتصر الحال على القطاع الحكومي بل إن ذهب أصحاب الشركات القاصة والمشاريع بلا اعتماد على العمالة الأجنبية في مختلف الاقتصاصات تاركين أبناء هذا البلد من الكفاءات المهنية وهذا ما أدى إلى تفشي البطالة بين العراقيين فيما يرى المختصون أن عملية تنشيط المشاريع وتجديد سجلات الدرجات الوظيفية من حالات الوفاة والتقاعد وتعويضها بالخريجين سيخفف من عملية انتشار البطالة تدريجيا من بغداد كرار زيادي WTV